يحلو فريق الكويت الكويتي ضيفاً ثقيلاً على شبيبة السورة الجزائري مساء اليوم على ملعب ملود هدفي في إياب الدور الأول من التصفيات المواهلة لدور المجموعات بكأس ملك سمال الأندية العربية لكرة القدم يتطلع نادي الكويت تجاوز الدور الأول في تصفيات المواهلة لدور المجموعات بعد أن نجح في حاسم مواجهة الذهاب بهدف دون رد في المنقابل يسعى فريق الجزائري لاستغلال عمله الأرض والجمهور من أجل فوز باللقاء هذا ويتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة الفائز من وذيب المورتاني وشباب الأردن على أن ينضم المتأهل للمجموعات الرابعة والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري ورجاء الرياضي المغربي